موسيقى هذا بتنفيذ كافة مطالبه اللي هي تعتبر طبعا في المقام الأول مشروعة تحقق التركيز الكامل للعبة المنتخب في هذه الجولات لأنهم بيمثلوا مهمة رسمية وزي ما حدثكم معرفين أصبحت الكرة بشكل عام ليست الكرة المصرية ولكن الكرة في العالم أجمع بتمثل يعني إرادة وقوة الدولة وتمثل أو بمسابة سفير للدولة اللي بتكني لها هذه الكرة التقدير والاحترام خاصة دولة المصرية يمكن الحمد لله مؤخرا شهد الطفرة في المجال الرياضي بكافة أنواع وتحديدا الكرة فتمنى يا رب التوفيق وقالها تكرر مثل هذه الأزمات اللي تسيء في المقام الأول لسمعة مصر متمثلات في اتحاد الكرة وأيضا تسيء لسمعة لعب محترم زي اللعب محمد صلاح النجم الكبير اللي طبعا دلوقتي أصبح رمزي من الرموز المصرية اللي أصبح سفير طبعا في المقام الأول للدولة المصرية في كافة أنحاء دول العالم نظر المعجبيه ومحبيه الكثري في مختلف هذه الدول وكمان أيضا سلوكه الحميد وطبعا شخصيته الجميلة ولعبه اللي طبعا محدش يقدر يختلف عليه ويؤكد دائما أنه لاعب مهاري بيؤكد أن شباب مصر فيهم الحمد لله رب العالمين الكثير والمزيد من العطاء بس محتاجين أن نهتم بيهم محتاجين أن نكتشفهم نتمنى رب التوفيق وإن شاء الله بإذن الرحمة التوفيق للدولة المصرية وتحديدا منتخبنا الوطني في تصفات كأس الأمم الأفريقية ومحتاجين أن نؤكد ونضع البصمة المصرية في هذه البطولة خسرنا كأس عالم لكن عندنا الحمد لله بطولات جاية كتير بس محتاجين أن نشد من أذر المنتخب محتاجين ثقة كبيرة جدا في اللعيبة بتاعتنا اللي هتمصل مصر إن شاء الله في هذه المحافل الدولية متمثلة في البطولات المختلفة نتمنى رب التوفيق نتمنى رب التوفيق كمان داخل مصر والرياضة المصرية والدوري الممتاز وكافة اللعيبة في هذه المباريات الهامة اللي أيضا بتنقل صورة مصر على فكرة الدوري المصري مش بس المصريين اللي بيتابعوه ده يعني لو لا أخفى لحدكم سرا إن العديد من الدولة العربية وأيضا الأجنبية بتتابع الدوري المصري عشان بعد محمد صلاح حق الشهرة المصرية العديد من الأندية الأجنبية بتبحث عن محمد صلاح آخر فعشان كده نتمنى يا رب نتحلى بمكارم الأخلاق ومكارم الرياضة اللي هي بتؤكد أن الروح الرياضية في المقام الأول هي أهم شيء تعالوا مع بعض مشاكلة نأخذ جولة إخبارية في أهم الأخبار لتدار الصحف هذا اليوم أول خبر معنا بعنوان قمة مصرية الصينية شهرة التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجالات الكافتين عقد الرئيس عبد الفتاحة سيسي جلسة مباحثات مهمة مع الرئيس الصيني بالعاصمة الصينية بكي لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك والمشاركة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين وشهدة القمة مرسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون في جميع المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية والسياحية ومكافحة الأرهاب وغيرها الحقيقة يعني التحالف مع شريق قوي زي دولة الصين ده بيؤكد وبيبرز دور الدولة المصرية ويقوتها في التحالف مع كبرى دول العالم اللي طبعا الحمد للرب العالمين بالحقق الكثير من الاتفاقيات المشتركة ما بين التعاون ما بين هذين البلدين سواء مصر وصين مصر وروسيا مصر وألمانيا وغيرها من هذه الدول وده طبعا اللي بيحرص عليه الرئيس عبد الفتاح في المقام الأول توطيد العلاقات المصرية مع كافة دول العالم مصر تستضيف ورشا لتعزيز القدرات المؤسسية لدعم حركة الثروة السماكية في عفوا لدعم حوكمة الثروة السماكية في أفريقيا قالت الدكتورة مونة محر الزنائب وزير الزراع للثروة الحيوانية والسماكية ودى جينة أن القاهرة سوف تستضيف ورشا للعمل لمشروع تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السماكية في أفريقيا وهو مشروع حوكمة مصاد الأسماك والتي تعقد تحت رعاية وحضور الدكتور عزيز دينة بستيت وزير الزراع والتصلاح الأراضي وتستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأحد وأضافت محرز أن الورشة ينظمها المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للتحاد الإفريقي ويشارك فيها 150 متخصص في تنمية الثروة السماكية وآخر خبر مشاهدين في جلتنا الإخبارية بعنوان حملات على مشاتر الخضروات والفكهة للتأكد من الترخيص والمنتجات بدأت وزارة زراعة وسط صلاح الأراضي حملات مكثفة على مشاتر الخضروات والفكهة بمختلف المحافظات للتأكد من ترخيص المشاتر والمنتجات التي يتم طرحها المذرعين لضبط المخالفين وحضرة الوزارة الفلاحين من شراء شتلات من المنافذ والمشاتر المختلفة والغير معتمدة من قبل وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي طبعا شيء مهم جدا مش بس الشتلات ولكن أيضا المواد الخاصة بمكفحة الأفات دايما بنقول لحضراتكم لازم نشتريها من المصادر الموثوق منها والمصرح بها من وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي نتمنى ربا التوفيق لمثل هذه الحملات اللي بتصبب في صالح الفلاح والمزارع المصري وأيضا في صالح صحة هذا الشعب العظيم دي كانت جولة سريعة ويطلالة في أهم الأخبار لصدار الصحف هذا اليوم النهاردة مشاهدين الكرام عندنا مجموعة من الفقرات الحوارية فقنا نكلم بها عن النهوض بالسياحة الداخلية يمكن مؤخرا الحمد لله ربا العامين شاهدنا طفرة في السياحة الداخلية وتحديدا في العديد من المحافظات خاصة في ظل المشروعات الاستراتيجية اللي بتنضخها الدولة المصرية للنهوض بالمناطق السياحية وأيضا بدء تنفيذ محافظات أو مناطق سياحية ساحلية كبيرة جدا على السواحل المصرية المختلفة ضيفنا فيها إن شاء الله يكون أستاذ مجد سليم الخبير السياحي وأيضا رئيس قطاع السياحة الداخلية سابقا فقرة تانية هنكلم فيها عن تطوير التكنولوجيا الحديثة ودورها في مساعدة الإنسان والاستخدامات المثلة لها وإزاي نقدر نستفاد من التطور والتقدم التكنولوجي في ظل التحديات العالمية ده يكون ضيفنا إن شاء الله الدكتور أحمد الحنبلي مدير التدريب التكنولوجي والتطوير فقرة تالتة هنكلم فيها عن خبز النحل وفويده وأهمية هذا النبات مع ضيفة إن شاء الله المهندسة ناجية أحمد خبير نباتات الزينة وزراعة الأسلوح ده مجمل فقراتنا الحوارية النهاردة من شهدين كرام لهذا اليوم كمان بناشت حضراتكم حابين تتكلموا في أي موضوع أو تتكلموا في أي محور معين نريد تتوصلوا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك برنامج ساعة صبحية وإحنا على كل رحب وساعة صدر أكيد هناش كل الموضوعات اللي بتقترحوها واللي بتملوها علينا بعد الفصم ألقاكم إن شاء الله وغلاء فقرات برنامجنا الحوارية من ساعة صبحية انتظروا